بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذا الفيديو سوف أقدم وصفات رائعة جدا لتسمين اليدين وإزالة العروق والتجعيد من اليدين إضافة إلى تبيض وكذلك ترطيب اليدين يمكن استعمال هذه الوصفات كذلك لتسمين الخدود وكذلك الساقين وكذلك السدر وحتى الأرداف بمعنى مناطق الأنوثة ككل لدينا أول وصفة هنا بمكونات متوفرة في كل بيت نحتاج هنا إلى الحليب حليب البودرة حليب البودرة هنا يمكن استعمال حليب الأطفال كذلك إذا كان متوفر عندك حليب الأطفال كذلك يمكن استعماله وكذلك نحتاج هنا لحبوب الخميرة أي الخميرة الفورية نحتاج لخميرة فورية قلت وحليب البودرة بودرة الحليب طريقة عمل الوصفة هي كالآتي نأخذ الحليب حليب البودرة ضروري هنا بودرة الحليب حتى تنجح هذه الوصفة قلت البديل يمكن استعمال بودرة حليب الأطفال ونضع عليها الخميرة قلت الخميرة الفورية الجافة الخاصة بالمعجنات كما يمكن كذلك استعمال الخميرة البيرة هذه هي حبوب الخميرة الخميرة البيرة كذلك هي موجودة عندها الصيدلية متوفرة طبعاً يمكن أخذها من عند الصيدلية حبوب الخميرة بديلة للخميرة الفورية إذا كانت متوفرة عندك طبعاً يمكن استعمالها والمزج عن طريق الحليب هنا يفضل حتى تنجح معك الوصفة يفضل هنا حليب كامل الدسم يفضل غير متوفر عندك الحليب السائل في البيت يمكن استعمال ماء الورد أو ماء الزهر نضيف ثلاث ملاعق صغيرة ونخلط المكونات جيداً هنا الحليب يفضل أن يكون دافئ حتى تذوب الخميرة بسرعة الحليب هنا قلت يفضل أن يكون دافئ ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض نتركها لحوالي خمس دقائق قبل استعمالها على المناطق المراد تكبيرها قلت تستعمل تسمين اليدين وإزالة العروق وكذلك قلت الخدود تنفيخ منطقة الخدود كذلك تسمين الأرداف وكذلك تكبير الصدر وحتى تسمين الساقين إذا كانت لديك تجعيد مثلاً تجعيد في اليدين أو الخدود أو أي منطقة يمكن هنا في هذه الحالة نضيف زيت الفيتامين E أو زيت الفيتامين E أو يمكن إضافة كابسولة الأوميغا 3 كابسولة من كابسولات الأوميغا 3 لهذا القناع أو حتى يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح أو زيت بذور العنب أو زيت اللوبان الذكر طبعاً قلت في هذه الحالة إذا كانت هناك ترعيد نرغف في التخلص منها مع هذا القناع نضيف قطرات هنا حوالي خمس قطرات من زيت الفيتامين E ونخلط جيداً المكونات مع بعضها البعض قبل استخدام هذا القناع يجب تنظيف البشرة جيداً نغسل البشرة بالصابون المناسب ونقوم بشطفها ثم يوزح هذا القناع بحركة دائرية نستخدم حركة دائرية وبعدها نترك هذا القناع إلى أن يجف تماماً بعدما يجف نقوم بشطفه بماء فاتر ثم ماء بارد وبعدها نمرر مكعبات ماء الورد طبعاً من أجل التخلص من رائحة الخميرة نكرر استعمال هذا الماسك بشكل يومي إذا كنت مستعجلة على ظهور النتائج في أول أسبوع تلاحظين الفرق يمكن استعمال هذه الوصفات للحوامل للمرضعات كل البنات ممن ترغبن في تكبير مناطق الأنوثة يمكن استعمال كل هذه الوصفات وبكل أمان هنا هذا الماسك صلاحيته تدوم لمدة ثلاث أيام ولكن يحفظ في برطمان يكون واسع لأن الخميرة يزيد حجمها طبعاً عندما تتفاعل ننتقل الآن لعمل الوصفة الثانية وهي عبارة عن كريم إذا كنت لا ترغبين باستعمال الخميرة الوصفة الثانية نحتاج فيها إلى الفازلين نحتاج هنا لفازلين الفازلين هنا يمكن استعمال أي نوع فازلين طبعاً تستخدمينه في البيت طبعاً يمكن استعمال فازلين الأطفال كذلك مفيد في هذه الوصفة ونأخذ ملعقة صغيرة من الفازلين بديل الفازلين هنا يمكن استعمال زبدة أشياء إذا كانت متوفرة عندك والمكون الثاني نحتاج لزيت الحلبة زيت الحلبة يمكن استعمال زيت حلبة جاهز من عند العطار أو يمكن استعمال زيت الحلبة المحظر في البيت والوصفة موجودة في قناتي نضيف ملعقة صغيرة من زيت الحلبة ونخلط جيدا المكونات مع بعضها البعضة بهذا الشكل الفازلين وزيت الحلبة بهذا الشكل نتحصل على كريم يتم توزيع هذا الكريم ليلا قبل النوم بحركات دائرية على كل المناطق المراد تكبيرها نترك هذا الكريم الليلة كاملة وفي الصباح طبعا نقوم بغسله نكرر استعمال هذا الكريم كل يوم في الليل ومن أول ثلاثة أيام نلاحظ الفرق خاصة إذا قمت بتدليق المنطقة بحركات دائرية لحوالي دقيقة أو دقيقتين رائعة جدا هذه الوصفة ونتائجها سريعة الاحتفاظ بهذا الماس الكريم عفوا يكون لمدة شهر كامل في مكان بارد وجاف الوصفة الثالثة نحتاج فيها إلى زيت جوز الهند زيت جوز الهند هنا نستخدم ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند بديل زيت جوز الهند يمكن هنا استعمال زبدة أشياء ونضيف المكون الرائع الثاني هنا كبسولة من كبسولات الأوميغا ثري كبسولة واحدة فقط من الأوميغا ثري نضيفها إلى ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند ونخلط المكونات كلها مع بعض ونستخدمها دائما ليلا قبل النوم والمبيت بها حتى الصباح تكرر بشكل يومي إلى أن نحصل على النتائج المرغوبة بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته